وفي هذه اللحظات تضربت البداية لمباراة التراجل الجرجيسي والجي اس او مباراة تحديد بطل الرابط المحترف الثاني يلعب كورا في الجيهة اليمنى جمعاوي ملعوبة طويلة في اتجاه وليد الجربي عادي وليد الجربي عنده كورا والركنية يبحث على وليد الجربي التغطية الدفاعية من جانب جي اس او ترجع كورا في الوجوم لمصلحة التراجل الجرجيسي محاولة التزديد يضرب كورا ضعيفة ترجع مرة ثانية تراجية في الرواق الايم العرضية خطيرة والحارس جربي وليد يحذر في وسط الميدان نادر قارا نادر قارا كورا بينية خطيرة والحارس لمصلحة التراجل رئيس الجرجيسي وفي التنفيذ ناسي مدويش يرفع الكورا داخل منطقة الجزاء خطيرة الراسية واللاسافر التاتي والحكم يقول ترجع كورا المزوني الصالحي يمشي الصالحي وزع راسية خطيرة ما زالت الكورا داخل منطقة الجزاء احمد البيجي وزع في القائمة الثانية المتابعة بالرأس التحذير والدفاع يسد يلعب كورا محاولة المرور من ياسين الصالحي ياسين الصالحي حاول يعدي يدخل منطقة الجزاء يمر يعدي الصالحي والدفاع يسد الجرو دويش من جديد يمشي ناسيم يطلم المساند التوزيع راسية خطيرة الحارس اول فرصة خطيرة لمصلحة التراجي الرياضي والتألق موجود من حارس المرمى منتصر السيد الموسم الماضي مباراة تحديدا لبطل بين قواف القفصة ومستقبل المارس الترجع كورا في الوجوم للتراجي الجرجيسي يسري الظفلاوي عنده كورا هجم للتراجي الظفلاوي عدي الظفلاوي مر والدفاع يسد يستعاد للتنفيذ يرفع الكورا داخل منطقة الجزاء الراسية التحضير في القائمة الثانية والحارس الحارس يربح المخالفة ضربة المخالفة في التنفيذ نيدر جارا يوزع نيدر جارا لأمير التجوري جول 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 الترجع الجرجيسي الترجع الجرجيسي يتقدم في النتيجة عن طريق أمير التجوري هدف مقابل سفر في استاد بن جناتا واحد سفر الامذاء أمير التجوري الكوراة الثابتة تأتي بالجديد نيدر جارا في التنفيذ والتزديد والمباغتة من جان أمير التجوري شوفوا لعادة نيدر جارا التجوري يرفع الكورا بالحارس ويمضي أول أهداف ترجع الجرجيسي في مباراة القمة هدف مقابل سفر العكارة واحد سفر الأفضلية والأسباقية لترجع الجرجيسي كورا مرفوعة التمرير يسين الصالحي يسين يسين خطيرة دفاع يسعد كأس تونس ترفع الكورا داخل منطقة الجزائد دخل الدفاع عن طريق شياب الزغلامي ترجع كورا من جديد التزديد جانبية جانبية كورا التجوري وفي هذه اللحظات مشاهدين الكرام تأتي صافرة نهاية الفترة الأولى بتقدم الترجل الجرجيسي على الجي اس او بهدف مقابل سفر طل الرابطة المحترفة الثانية تجمع الترجل الجرجيسي بالشعب الرياضية بالعمران عن طريق يسين الصالح يتوزيع داخل منطقة الجزاء ترجع كورا احمد البلج يتزديد الحارس على مرتين الحارس يتصدى مهدي تقا يقوم لبس يسين الميزوني تلعب كورا بسرعة يسين الصالحي كورا بينية للمشروي والحارس الحارس تقا يرتتم يدخل الدفاع ناسيم دويش يسري الظفلاوي عرضية والحارس موجود بثبات يتصدى الحارس لجي اسو احمد الباجي حاول يعد الباجي مرة الباجي وزع في القيمة الثيروسية ويدخل الدفاع العرضية الراسية كورا على القايم كورا على القايم وضربة جزاء ضربة جزاء للجي اسو ضربة الجزاء لشريبة العمران فرصة من اجل التعديل شوفوا الاعادة الاعادة هذه الاعادة مهدي تقا يركز من علامة الجزاء هل ينجح الجي اسو في التعديل والتصدي روعة تصدي ممتاز من جانب الحارس مهدي تقا يتولى التنفيذ رمي التماس داخل منطقة جزاء كورا الرأسية وكورا عالية تنفيذ المخالفة للجي اسو من سيتولى تنفيذ الصالح التزديد وبعيد نيدرقارا يقود الوجوم للتراجل نيدرقارا اي حاد ذراف اليمين وانطلاق هجومية كورا عرضية مضف له وبعيد لمصلحة الشبيبة ثم تغير تجا اللعبة داخل منطقة الجزاء الرسية وبعيد اذا ضربة المخالفة ياسين الصالح سيتولى التنفيذ وفرصة للجي اسو ترفع على كورا داخل منطقة الجزاء خطيرة تزديد جول هدف التعادل للجي اسو الجي اسو يتمكن من تعديل كفا في الدقيقة السبعين عن طريق المهاجم شهاب الزغلامي يتمكن من تعديل النتيجة ويعيد المباراة الى النقطة البداية هدف مقاول هدف سنشاهد لعادة مشاهدين الكرام عودة الشبيبة في الدقيقة السبعين ذربة المخالفة في القايمة الاولى التصويب وبالفعل سادس اهداف المهاجم شهاب الزغلامي شهاب الزغلامي يعود ويتعادل هدف مقابل هدف بين الترجل الجيرجيسي والجي اسو الشبيبة الرياضية بالعمران جدار صد متكون من ارعام اللاعبية محمد ياسين العريض سيتولى التنفيذ ياسين العريض التزديد والدفاعية صد ترجع كرة التسويب وبعيد للشبيبة ثنائية الكرة خطيرة تسديدة وبعيد في محاولة عكس الوجوم للجي اسو كرة خطيرة في الرواق الرئيمن خطيرة التوزيع عرضية خطيرة والحارس الكرة الثانية التسويب التسويب الركنية للشبيبة الرياضية بالعمران ركنية للشبيبة ياسين السالح يناف ثنائية احمد الباجي الباجي عرضية في القيمة الثانية خطيرة تزديدة وفي الشباكة الجانبية مصطفى السويسي كرة مرفوعة من السويسي والحارس موجود من جانب جي اسو رقم تسعة أنور المناعة كرة خطيرة والدفاع يدخل يدخل الدفاع وترجع الكرة من جديد للترجل جرجيسي تقطع للجي اسو والتوزيع والدفاع يصد كرة خطيرة ذغط متواصل الجي اسو في الوجوم والترجل في الدفاع وهذه كرة محاولة وجومية احمد الباجي عرضية وبعيد الركنية للجي اسو والتوزيع في القيمة الثانية جزة راسية وبعيدة كرة بعيدة كرة باش يتولى التنفيذ حمزة الربعي حمزة الربعي يرفع الكرة داخل منطقة الجزة راسية قطيرة جول 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 هدف قاتل للجي اسو عن طريق العثماني قبيل العثماني في الدقيقة السادي سميع الوقت البديل يمنح هدف الفوز وهدف اللقب هدف التتويج للجي اسو هدفين مقابل هدف بارتماء رأسية قبيل العثماني يضيف الثاني للجي اسو حسمت في الوقت القاتل للشبيبة سيناريو ركلة لا ترجيح هذه الرأسية من عثماني تستقر في شباك الحارس لمرباعي واحتفالات بعض الجماهير الحاذرة في استاد بن جنات محاولة عكس لجوم للعمران تعدي كورا المناعي منعي عنده كورا يحاول يراوغ يحاول يسدد التسديد وبعيد يحاثر السويسي التوزيع داخل منطقة الجزاء علي مشراوي يستلم مشراوي التسديد والتصدي هشمال الترجي في الرواق ليسر عرضية خطيرة محاولة التسوير وبعيدة ثم عرضية خطيرة كورا ويدا يتابع الكورا التوزيع والتصدي يتصد منتصر السيد منتصر السيد يتقدم بالكورا بتأتزديد التزديد وبعيد بعيدة كورة منتصر السيد وفي يدي اللحظات مشاهدين الكرام ينتهي اللقاء بفوز شبيبة العمران بأدفين مقابل أدف على ترجل رياضي الجرجيسي الشبيبة الرياضية بالعمران تتوج بلقب بطولة الرابط المحترف الثانية لأول مرة في تاريخ النادي بعد مرور 81 عام عن تأسيس هذا الفريق سنة 1943 الجي اس او يكتب التاريخ وقصة نجاح بدأت ميال هوات سنة 2021 وصولا لعالم الاحتراف سنة 2023 و2024 فالرابطة المحترفة الأولى عن شدارة واستحقاق